ازا هيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير 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 قلت بقى اعمل لكم فيديو حلوة كده يفتح النفس كل سنة وانتوا طيبين ونسبة الشهر الكريم رب نهيعد عليكم الايام بخير يا رب الامة الاسلامية اللهم امين هنعمل بقى مع بعض الفول بطريقة سهلة وهنضيف عليه مكونين وفي حاجة مهمة هنضيفها عليه هتخلي لونه زي ما انتوا شايفين كده فاتح مش هيسود منك ابدا لحد اخر معلقة فيه اه هنقول قطوات ونقاط مهمة جدا للفول زي بتاع العربيات او المحلات بالزبط هنعمل ايه وهنعمله ازاي بس قبل ما ابدأ الفيديو فيه اخت من الجزائر اسمها عفاف قالت لي قولي اسمي في الفيديو كل سنة وانت طيبة يا عفاف يقعد عليك الايام بخير يا رب انت والامة الاسلامية جميعا يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه اه معايا نصف كيلو فول مدمس انا غسلته ونقعته ساعتين او تلاتة يعني من ساعتين لتلاتة حبة تنقعيم بالليل للصبح ما فيش اي مشكلة خالص هيبقى افضل بردك يعني انت ممكن تنقعي بالليل وتعملي الصبح هيبقى حلو جدا انا بقى نقعي يعني انا غسلته كويس ونقعته زي ما انتم شايفين كده نقعته تلات ساعات او ساعتين يعني في الرنج ده تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي ونشوف الخطوات بتاعته خطواته سهلة جدا وبسيطة يلا بينا نشوف هنعمل ايه بصوا بقى المكونات اللي معايا اللي انا هضيفها على الفول عدس دول تلات معالي عدس كبار وتلات معالي فول متشوش زي ما انتم شايفين كده ده اسم فول متشوش وعتس انا هضيف دول بس عليه في ناس بتضيف طماطم اه انا مش بحب اضيف طماطم لاني بتغمى الفول او بتسوده بصراحة مش بحبها يعني لكن انا بضيف المكونين دول بس انا خلاص غسلتهم وهم زي ما انتم شايفين حطيت الفول المتشوش على العدس وغسلتهم ممكن تبديل العدس بايه بجزر مبشور تحط جزرية مبشورة هتبقى حلوة جدا هتديكي نفس النتيجة بتاعت العدس بس انا برضك يعني الحاجات اللي انا بفضلها بحب اللي انا اشتغل بها يعني انا بفضل الفول المتشوش وبفضل مسلا العدس في ناس ممكن تحط رز انا مش بفضل الرز اي اضافات يا جماعة دي بتبقى اختياري لكن انتو جربوا الطريقة دي هيلة جدا والنتيجة بتاعتها زي ما انتم شفتوها في اول الفيديو حلو جدا وعايز اقول لكم الفول زبدة دايب خالص معي وحلوة قوي 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 بصو بقى انا ضفت كده الفول وحطت عليه العدس بعد ما غسلته والفول المتشوش بالطريقة دي وهضيف بقية كمية الفول اللي معي بالشكل ده في بقى خطوة مهمة هقول لكم عليها ما تخليش الفول يسود منك بردك لان في كزا طريقة بتخلي الفول يسود فانا هقول لكم على الخطوة دي وهعرفكم ايه ايه الطريقة اللي هتخليه ما يسودش منك بصو بقى اول حاجة انا هحط معلقتين خل ليه الخل الخل مش هيخليه يسود منك دي حاجة تاني حاجة هيساعده على استوى بسرعة ومش هيغير طعمه خالص طعمه مش هيبه النهائي بس هو حلو جدا ان هو يساعده على استوى بدل ما يقعد معاك الست ساعة على النار يقعد معاكي مثلا اربع ساعة ادي كده معلقتين خل مهمين جدا علشان ما يسودش منك ايه بقى الحاجة التانية اللي هتخليه برضك ان هو ما يسودش منك والخطوة دي مهمة جدا هي المية السخنة المغلية اللي انا احط عليها مية سخنة يعني بعد ما حط الفول في الدماسة ايه احط عليه مية سخنة محطش عليه مية ملحنافية المية السخنة دي مهمة جدا ما بتخلهوش يسود منك ان في ناس زي ما انت قولك الفول بيعملوا بلقي سود اولاء لونه غمق لا يا حبيبية قلبي لونه بيغمق علشان انتي بتضيف عليه مية ملحنافية تمام الحاجة التانية اللي انتي لو ضفت عليه طماطنوية الطماطن برضك بتغير اللونه بيخليه مغمق شوية فخلي بالك برضك من الخطوات دي الخطوات دي مهمة جدا فانا لما جا اضيف مية اضيف مية مغلية من الكتل ولما جي ازوده مية ازوده برضك مية مغلية الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة والخل زي ما قلت لكم هيساعده على السوى وهيخلي برضك لونه فاتح تمام كده كده بقى خلاص انا ضفت المية السخنة زي ما انتم شايفين تعالوا بقى نحطه على النار انا كده هحطه على النار على يعني هسيب النار علي عليه عادي مفيش مشكلة يغلي بس غلوة كده وبعد كده هوطي عليه الخطوة دي برضك مهمة لان في ناس بتاخده تحطه على النار وتوطي عليه وتسيبه براحته لأ خليه ياخد غلوة الاول آآ وبعد كده وطي عليه براحتك خالص بس احنا دلوقتي هنوارب بس الغطى كده شوية علشان ما يفرش مننا ويبهدل الدنيا لو بالشكل ان انتم شايفينه ده هسيبه بقى يغلي غلوة كده براحته وبعد كده نرجع تاني مع بعض نشوف آآ مراحل بتاعته في السوا آآ بصوا بقى يا بنات عايزة ورهلكو آآ اول ما يغلي هوريكم شكله بقى عامل ازاي اهو بصوا ده شكله بعد ما غلي خد غلوة كده على النار بالشكل ده رايكم المية بتاحته بتبتدي تاخد لون زي ما انتم شايفين بصوا اهو هو طبعا كده لسه بدر عليه طبعا بس انا حبيت ايه اوريكم المراحل بتاعته علشان البنات حبايا بقلبي اللي لسه بدقين شوفوا مراحل السوا بتاعت الفول اهو بقى كده بالشكل ده هبتدي اوط عليه وحطه على النار آآ على اوطى حاجة عندي بصوا لو في شياطة زي كده ياريت تحطوها علشان ما يشتش منكو ويعمل طعم كده وريحة مش حلو اهو بصوا النار عاملة ازاي حاجة يعني اقل حاجة عندك في البتجاز آآ توطي عليه خالص وتحطيه وتحطي الشياطة وتسيبيه بقى برحته هيعود معاكي اربع ساعات خمس ساعات زي ما هياخد معاكي اهو بقى انا خلاص كده قلبته وهسيبه بقى برحته يستوي على النار هادي زي ما انتم شايفين كده تعالوا بقى نشوفه بعد ما يبتدى آآ يخش في السوا كده بصوا لهونه بسم الله ما شاء الله حلو جدا بصوا فاتح ازاي يعني هو اصلا باين من اوله ان هو يعني بسم الله ما شاء الله مش غامق معي هو كده طبعا لسه ما استويش بس انا زي ما قلت لكم بوريكم مراحل بتحت اغطيه بقى وهنرجع تاني اوروه لكم بردو اهو بصوا بقى هو كده خلاص قرب بصوا بقى لونه عامل ازاي حاجة كده بسم الله ما شاء الله حلو جدا بصوا لونه انا بس عايزكم تركزوا في اللون بتاعه زي اللي بنجيبه من برة واحلى كمان بكتير وانضف وحاجة معمولة في البيت على اديكي وانت ضمنها وضمن النظافة بتاعتها بصوا وحاجة بقى كده مش عايز اقول لكم كهرامان تحفى 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 بجد اقول لكم بقى حباية الفول بقت زبدة بسم الله ما شاء الله حلو جدا 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 بجد هتدعو لي عالطريقة دي حلوة قوي بصوا ولما اطفع عليه بقى هوريكوا بصوا هو تهارى خالص بقى زبدة معي زبدة وبصوا لونه انا والله ما دفت اي حاجة تاني غير المكونات اللي حطيتها قدامكم العدس والفول المتشوش ومعلقتين الخل والمية السخنة فقط لا غير وبقى ده شكله في النهية ايه رأيكم بقى في الجامل والحلوة بصوا حاجة كده تحفى بصراحة يفتح النفس تعالوا بقى آآ نغرف منه هو كده خلاص يعتبر استوى معي اهو بصوا بقى شكله بصراحة يا جماعة والله كان نفسي بجد تبقى معي الكاميرا والله العظيم ظلمه بجد حلوة جدا بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك يعني حاجة كده تحفى تعملوها وانتو مبسوطين جدا لاني لما الحاجة بتبقى نجحة معينا احنا بنفرح بيها بصوا بقى عايز اواريكم بقى حباية الفور آآ بقت زبدة ازاي بص يا جماعة اللهم مبارك بصوا مش مستحملة خالص ما شاء الله استوت وبقت زي الكهرامان كده ايه رأيكم بقى في الجمال ده تحفى بجد تعالوا بقى نغرف منه ونشوف لونه وشكله الجميل ده عامل ازاي بجد هتجربوا الطريقة دي وتدعولي آآ بصوا انتم ممكن يعني انا جايبة كيلو آآ عملت منه نصه النص ده ممكن يقعد معي تلات اربعة ايام او اكتر لان الكمية ما شاء الله كبيرة وهو لما يخلص هعمل تاني ما باشتريش من برا بصوا بقى لونه عامل ازاي اللهم مبارك حلو جدا 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 وكل سنة وانتو طيبين وبعد الايام يربع الامة الاسلامية جميعا وده بقى كده يكون اللي لا فيديو خلص معي ومعليش لو انا اتأخرت عليك في الفيديوهات سامحوني كان عندي ظروف بس الحمد لله كل حاجة فلست على خير وان شاء الله استنوا مني بقى احلى فيديوهات في رمضان آآ وكده بقى يكون الفيديو خلص الا اول مرة بقى يشوف الفيديو ياريت يامل سبسكرايب ويفعل جراز التنبيه وما ينسانيش في اللايك وتعليق حلوة كده على زوقكم تشجيعا ليا وانا باشكر كل حد كتاب لي تعليق حلو انتو على دماغي من فوق انتو اخواتي ربنا يخلكم ليا ما تحرمشوا بينكم ابدا بكده الفيديو يكون خلص يا رب يكون اتبسطت منه النهاردة واستنوا مني كل جديد واسبكم فرعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته